السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني أخواتي بالله كنتمنى تكونوا كاملا بخير و لا خير في أحسن الأحوال مرحبا بكم من جديد في هذا الفيديو اللي كنتمنى يلقاكم بصحة وعافية وأحوال تماع و بطبيعة الحال مع أخي الأخبار وأخي المستجدات من أهم الأخبار اللي انا هضرو فيها اليوم إخواني أخواتي إنقلاب سياسي كبير داخل الجزائر وهروب الجنرالات والمسؤولين بسبب الأزمة لكن دائما قبل ما نبدأ وكنتمنى منكم أنكم تلايكي واتبارتاشي وقدر المستطاع باشتوم بالفائدة وكذلك باشتكون الاستمرار و اللي أول مرة شاف هات القناة وطبيعة الحال عجب المحتوي دي لات القناة ما يبخلش علينا بالاشتراك ويفعل الجرس باش دي ما يتوصل بالجديد وكذلك لا نساكو مش المتتبعين الأوفياء اللي دائما كتدعموني سواء باللايكات سواء بتشجيع سواء بالبرتاش الله يجازيكم بالخير أما الضيوف الجداد فمرحبا وألف مرحبا على بركة الله قد ندخلو صورة الموضوع إنقلاب سياسي داخل الجزائر الرئيس الجزائري ينهي عمل قائد الدرك وش نقريحه كيقول مؤامرة ضد الجزائر ليست من نسج الخيال أنهى الرئيس الجزائري عبد المجيد مهم قائد الدرك الوطني للواء نور الدين القواسمية وعين العميد يحيى علي والحاج خلفا له وأفدت وزارة الدفاع في بيان لها أنه باسم رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة عبد المجيد أشرف الفريق السعيد شنقريحه رئيس أركان الجيش الوطني على مراسم تنصيب العميد يحيى علي والحاج قائدا للدرك الوطني خلفا للواء نور الدين قواسمية وشغل العميد والحاج منصب رئيس أركان القيادة الدرك الوطني منذ غسطس 2020 بالإضافة إلى أنه شغل قائدا للدرك الوطني بالناحية العسكرية الثالثة ببشار الحدودية مع المغرب وفي 4 أغسطس 2020 عين الرئيس الجزائري قواسمية الذي أنهيت مهامه قائدا جديدا للقوات الدرك الوطني وعقبة سليم وتسلم المهام بين المسؤول السابق للدرك وقائده الجديد قال شنقريحه إن المؤامرات والدسائس التي تحاك ضد الجزائر والمكائد التي تضبر ضد شعبها ليست من نسج الخيال دون تفاصيل وأفض شنقريحه بل هي حقيقة واقعة أصبحت ظاهرة لعيان وما الحمل المصعورة المركزة الموجهة ضد بلادنا وجيشها على منابر وسائل إعلامية أجنبية وشبكة التواصل الاجتماعي إلا جزء القليل من هذه الحرب القادرة المعلنة ضد الجزائر والسبت أعلنت وزارة الإعلام الجزائرية سحب اعتماد فضائية العربية إثر اتهامها بالتضليل والتلاعب عند وصول عبد المجيد للحكم في ديسمبر 2019 أجرى عدة تغيرات على مستوى القيادة العسكرية شمالة القوات البرية وإضاءة القسم الأمن الداخلي بالمخابرات ومدير القضاء العسكري أخواني أخواتي هذا هو الموضوع الأول ويعني قد نخلي كلمة أخيرة أو كلمة يعني اللي غادي تفسر لنا هاد شي كامل هي هذيك المثل المغربي المعروف ضربني وشكا وسبقني وبكا هذا داب الجزائر هي اللي رجعتك تتعرض لمؤامرات والخطط من الدول أخرى ماهم إخواني أخواتي بريدكم ت לי التعليق ديالكم والرأي ديالكم يعني ف该 الموضوع انتقلوا الميحور الثاني او الموضوع التاني هو هرب الجنرالات والمسؤولين بسبب الأزمة يعني سنحو فرنسا وبريطانيا من بعد الأزمة كان الكورونا يعني خرجوا أزمة just with Такير تم احرم العمن بد cometeter من ك Rechts هدلي الخصتبة لإلى الفرنسا ومسؤولين كبار هرب ائل فرنسا وبطبيعة الحال يعني هربوا لأنهم هزين الجنسية الفرنسية ويعني غديدخلوا الفرنسا بكل سهولة وكيتعتبر يعني هاد الهروب ديالهم هو خو من انتشار ديال الفيروس كورونا إخواني أخواتي المهم قبل ما غدي نبدأ نقولوا اللهم لشماتها المهم الفيروس كورونا دلتا يعني خرج على السيطرة وكان احتمال انها يتحول الى وباء شامل وكشفات يعني التقارير باللي المستشفيات يعني ما بقاتش قدرة انها تستقبل يعني الاكتر من المصابين يعني يوميا يوميا قالوا يعني هادش تقارير ديالهم قالوا بان عشرالاف مصاب اللي كيمشي للمستشفى ويعني التقارير كشفت بان المستشفيات يعني ما بقاتش قدرة انها تستقبلهم ولهذا يعني المسؤولين وكذلك الجنرالات يعني خايفين على رأسهم خايفين على وليدتهم ومعظم الجنرالات ومعظم المسؤولين عندهم الجنسيات الخارجية مثل فرنسا بطبيعة الحال وكذلك هربوا حتى البريطانيا وهذا الشيء خوفا من هذا الانتشار لهذا الفيروس ووحد المسؤولين من وزارة الصحة الجزائري اعلن او قال بلي ان المصابين بالفيروس دلتا كيتقدر ب 15 الف مصاب يوميا وكيقولوا يعني المسؤولين ديل وزارة الصحة يعني هذا الشي ماشي الكلام ديلنا بان المستشفيات وصلت الى الانهيار نظرا لعدم وجود الاكسجين انعدام الاكسجين يعني ماشي غير الوجود ديلو انعدام الاكسجين ويعني وبعض المسؤولين او بعض يعني التقارير كيقولوا بان الاكسجين كيتعطى في الجزائر يعني غير ذلك الشخصيات البارزة او الشخصيات المعروفة تلك تقارير يعني اللي كشفت وزارة الصحة الجزائرية بان عدد الوفايات مجهولة وبزاف يعني ما عارفين شحال الوفايات اللي لماتوا بهذا الفيروس ديلتا بصراحة يعني هاد الحقيقة مرة ومرة بزاف لان الجزائر هاكا تنهار الجزائر رحف واحد الانهيار يعني كبير بزاف اما فيما يخص التلقيح في يعني كان تقارير تقارير جزائرية كتقول بانهم لقحوا جوش في المائة من الساكنة ديل الجزائر لكن اخواني اخواتي دنوبهم على الحكام ديلهم دنوبهم على اللي حكمهم دنوبهم على الحكومة ديلهم الفاشلة الحكومة الغابية اللي تمدت هاليد ديل المساعدة باش يساعدوا الشعب الجزائري وندوا تمدوا ورفضوا اليد المساعدة و detrimentوا كذلك يعني هاد الجنرالات وهاد يعني النظام الحاكم ما بغاش يطلب المساعدة يعني ما الجيران باش يساعدوا الشعب الجزائري المقابل ده باك نشوفه الجنرالات المسؤولة أنه الحكام يعني كي هربوا على بره يتعالجوا وكي هربوا يعني من الجزائر الدول أخرى هروبا من هذا الفيروس ديال دلتا وشعب الجزائر المقهور هو اللي باقي يعني ده باك يتمحن وكيموتوا واحد مرة واحد أما قطاع الصحة فهو منهار مستشفية منهارة الأطباء يعني كامل منهار نظرا لانعدام الإمكانيات انعدام الأكسيجين وكلمة آخيرة إخواني أخواتي اللهم ارفع عنا هذا الوباء وهذا البلاء إخواني أخواتي وصلنا لني هذا الفيديو ديالنا كانت مننا اللي يعجبوا يبرتاجه كانت مننا أنكم تلايكي وتبرتاجه قدر المستطاح باش تعمل فائدة وكذلك باش تكون الاستمرارية وتحية لكم كبيرة وتبارك الله عليكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة